الله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا إذا رأى صاحب الرؤية أن هناك فأرا يغرق في المنام على ما أنه سينتصر على الأعداء في حياته والله أعلم رؤية الشخص أنه يقوم بإغراق الفأر في المنام تكون إشارة أنه سوف يتخلص من كل الأمراض والأحزان في حياته والله أعلم رؤية غرق الفأر في المنام تكون إشارة على معرفة سوء النواية يعني في ناس عندهم سوء نواية في حياته هيعرف هيعني أريب صاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى الشخص غرق الفأر في المنام تكون إشارة على الضرر وسوء الظن للأشخاص الموجودين حوله والله أعلم قتل الفأر في المنام تكون إشارة وعلامة على اتساع الرزق والحصول على المال الوفير والله أعلم ضرب الفأر وغرقه في المنام علامة على تخلص صاحب الرؤية من المشاكل والأزمات في الحياة والله أعلم غرق الفأر في المنام علامة على تخلص صاحب الرؤية من الأعداء والانتصار عليهم في الواقع والله أعلى وأعلم إذا رأى صاحب الرؤية أنه يمسك الفأر في المنام علامة على الاجتهاد للوصول إلى أحلامه بشكل كبير والله أعلم رؤية الشخص أنه يقوم بالإمساك بالفأر في المنام تكون إشارة على الضرر الذي يأتي له من شخص قريب منه فعليه الحذر والله أعلم إمساك الشخص فأر في المنام علامة على التخلص من العمل وترك الوظيفة والله أعلى وأعلم إذا رأى الشخص أنه يقوم بالإمساك بالفأر في المنام تكون إشارة على ترك العمل بسبب خلافات في هذا العمل والله أعلم الإمساك بالفأر في المنام علامة على ظهور امرأة في حياة الشخص والله أعلم إذا رأى الشخص أنه يمسك الفقر من على الأرض في المنام دليل على وجود امرأة خبيثة في حياته تسبب له مشاكل كثيرة والله أعلم رؤية هجوم الفقر في المنام على اختفاء المشاكل في حياة صاحب الرؤية رؤية هجوم الفقر في المنام تكون إشارة على صلاح الدين والدنيا في حياة صاحب الرؤية والله أعلم هجوم الفقر في المنام تكون إشارة على مهالك الشخص بسبب أفعاله والله أعلم الخوف والجري من الفقر في المنام علام على الضعف والخوف في الحقيقة والله أعلم إذا رأى الرجل أن هناك فقر يهجم عليه في المنام تكون إشارة على التغيرات التي تحدث له والله أعلى وأعلم إذا رأى الرجل أن هناك فقر يهجم عليه في المنام تكون إشارة على التغيرات التي تحدث له بسبب بسبب الأزمات المادية التي تحدث له في حياته رؤية مطاردة الفقر في المنام تكون إشارة وعلامة على خداع امرأة لصاحب الرؤية عدة الفقر والخوف منه في المنام علامة تحزيرية لصاحب الرؤية ويجب الحظر والله أعلى وأعلم رؤية الفقر الرماضي في المنام إشارة على وجود امرأة صارقة في حياة صاحب الرؤية رؤية الفقر الرماضي في المنام علامة على زوال النعم والبركة من حياة صاحب الرؤية الفقر الرماضي في المنام علامة على المال الوفير في حياة صاحب الرؤية والذي سيتم سرقته منه والله أعلم الفأر الرمضي على الفراش في المنام تكون إشارة على الزوجة الفاصقة في حياة صاحب الرؤية رؤية الفتاة العزباء للفأر الرمضي علامة على دخول لص في حياتها الشاب الأعزب الذي يرى الفأر الرمضي في المنام علامة على وجود امرأة فاصقة في حياته والله أعلم رؤية المرأة الحاملة الفأر الرمضي في المنام علامة على التعب النفسي الذي ستعيشه بعد الولادة والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته